اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام قدمت ممثلة الامين العام الممتحدة في العراق المكتب هذا اللي يسموه يونامي في العراق هذه ممثلة الامين العام الممتحدة في العراق جنيني بلس خارت قدمت ما يسمونه احاطتها الشهرية مع مجلس الامين هذه الاجازة تقدمه عن رؤيتها للعراق قدم المجلس الامين الشهرية طبعا تزامنا مع تقديم هذه الاحاطة ظهر الصورة في وسائل الاعلام التابعة للحكومة وحزابها وحتى في موقع الامين العام الممتحدة غاتيرش ظهر الصورة تجمع الامين العام الممتحدة غاتيرش واثنين من مساعدي اثنين من مستشاري ومعرف منه مع برهم صالح اللي كان يعني يشغل المنصب ما يسمى برئيس الجمهورية السابق وانت تساءل والكل تساءل عندما شاهدوا الصور ما علاقة برهم صالح الآن بالهم الممتحدة لماذا يلتقي الامين العام الممتحدة والدنيا مقلوبة وحربة بغزة وأوكرانيا وروسيا والعالم والاقتصاد العالم مشتعل بالاضطرابات شديدة يعني يصرف من وقته حتى يقعدوا يا برهم صالح برهم صالح أربع سنوات ما حدث شكت هو يشغل منصب ما يسمى برئيس الجمهورية لم يفعل شيء للعراقيين وأهل العراق لا يحبونه ولا يريدونه ولم يفعل شيئا ويتفلسف ومصيبه وهو يكره العراق ويكره العراقيين وكثير من القصص عليه ولم يفعل شيئا مو من 20 سنة من ولد لحد الآن هو لا يحب العراق لكن هذا الزمن الشاذ هكذا طيب ما علاقة برهم صالح بالأمير المتحدة وقعود يستمع له على ماذا ما علاقته بكل القضية هو في العراق كان رئيس الجمهورية لا حاجة يستمع إليه الآن هو خارج هذا المنصب هل قضية لها علاقة بالعراق هل قضية لها علاقة بالعالم هل هو جاسوس لإيران لإسرائيل لمن ما علاقة هذا الذي ظهره ونعود مرة أخرى إلى إحاطة بسكارت جاءت كما متوقع طبعا مملوء بالإدعاءات والأكاذيب والصور غير حقيقية عن عراق لا يمثل الواقع بالصلاة هي التحدث عن واقع متخيل أهل العراق هي تعتقد ربما أهل العراق لا يستمعون إلى خطابها أو لا يترجمون خطابها أو لا يفهمون خطابها أو ربما ما عرفش تعتقد فكيف تتحدث تحدثت عن يعني وكأنها هي مندوبة أو متحدث باسم حكومة الإطار الميليشياوي حكومة محمد السوداني يعني فأكدت خيانتها الأمانة الأخلاقية والمهنية لوظيفتها وبدأت تكيل الإطراء المزيف لإنجازات وهمية وهي تعرف طيب قبل أن تتحدثين عن إنجازات وعن استقرار وعن أمن وأمان اسألي كم نسبة الفقراء في العراق صار وكم نسبة العاطلي ما هي الدول دولة فاشلة ودولة غير فاشلة كيف تقاس ما هي معايير أول المعايير هي إيجاد عدد العاطلي إيجاد عدد الفقراء شنو مواردهم شنو هذا موارد للبلد بيش يشتغل شنو اقتصاده شنو سياسته وكل أفاشلة وانت تعرفين ذلك فكيف تتحدثين عن إنجازات وهمية غير موجودة هذا واقع الحال يدلل على أن الأمم المتحدة شريكة في هذا الخراب وهذه الصورة التي ظهر فيها الأمم المتحدة مع برهم صالح تؤكد هذا تؤكد هذا الخراب تؤكد هذا الدمار بأنهم ضد العراقين ضد الشعب العراقي يعني حكومة لا تختلف في فسادها هي الآن واحدة من بين أكثر بلدان العالم من العشرين أكثر عشرين بلد في العالم فسادا وخرابا ودولة فاشلة وكل شيء يتحدثون عنها كيف يمكن أن تتحدثين عن أبي إنجازات وسياسات منطقية واتفاق أمني مع إيران تمدحه ماذا تمدحين لشوك؟ أنت تعرفين جيدا أنه إيران متغولة في العراق وإيران هي من تفرض شروط هاي اتفاق أمني يعني نفرض على إيران شروط أمنية نفرض على إيران شروط إيران بالقوة قرار 598 العالم كله يقول تطبقيه بالحرب العراقية الإيرانية ما تطبقت وذي ما تطبقتها لم تطبقه بشكل واضح ودولة ودول العالم ضدها ولا تقبل ولا ممتحدة لا تقبل وهكذا الآن اتفاقية أمنية والعراق الضحيف المتغولة بي والميليشيات الحكمته وهي المؤسسة الحكمته الآن تتحدثين عن اتفاقية أمنية فرضوها العراقين هذا الكلام التركي لأصحاب الحكومة والأحزاب هؤلاء هم يتحدثون بها أما أنت إذا ما تحدث بيسمهم بلسانهم قضية أخرى سعر الدولار هي تعرف أن الدولار هم يتحدثون عن 1.300 موليد ويصعد الدولار مقابل الدينار كل كذبة وما زالت العملة الصعبة الدولار يهرب إلى الخارج والتهريب مشتغل وهي تعرف كل هذا الموقع طيب ماذا فعلت هذه الحكومة المغيبين ما هم مئات الالاف سجون وراحة وماحد يدري بهم قانون العفو العام صار لسنوات وانتو تدريين ويتوسلون لا أحد ينفذه طيب وين قضى على الميليشيات وين حصر السلاح ما السلاح في كل مكان واختطاف وقتلوا الميليشيات المتحكمة ماذا فعلت هذه الحكومة للزراعة للخدمات للصناعة للاقتصاد للعمالة لتخفيف البطالة لتخفيف الفقر لتنظيف البيئة لبناء مستشفيات لمعالجة الناس هذه ماذا تتحدثين نسبة الانتحار عالية جدا في العراق مجتمع متفكك ما الذي فعلت هذه الحكومات آخر حكومة بعد عام كامل هي الآن تتحدث عن عام كامل بعد تأسيس حكومة محمد السوداني ما الذي حصل؟ ما الذي تحقق بعد هذا العام؟ وتحدث لي عن انتخابات مجالس المحافظات وكأن هذه الانتخابات ستعيد العراق إلى جدة الصواب ما أنت تعرفين؟ هذه الأحزاب نفسها لمشكل الحكومة وبفسادها وبخرابة هي من ستسيطر على المحافظات وثورة تشرين رفضوا لهذا المجالس المحافظات لأنها مجالس للفساد والخراب والسرقة الآن عادوها وريدون نسوا انتخابات وتحدث عن انتخابات ونزاهة أين نزاهة؟ وتسيس حكومة وسومتوا حكومة وطنية وخارجة من رحم العراق واعترفتوا بيها وأنتوا السفيرة الأمريكية تجلسون معهم وتتسامرون معهم الله أعلم لسخارت يوم بعد يوم يعني فترة بعد فترة شهر بعد شهر تثبت بأنها متحدث باسم الحكومة باسم هذه الحكومات يعني قبلها هي وهذا المكتب مكتب الأمين العام يتحدث باسم هذه الحكومات التي قامت منذ عام 2003 لحد الآن تحدث باسمهم ناطق واسمهم ضد الشعب العراقي والأمم المتحدة ليست بريئة من دماء العراقي ما يحدث في العراق هذا واقع الحال لأنه عندما يأتي الأمين العام المتحدة ويقف مع ميليشياوين ويأخذ صور وياهم ويعرفهم وإذا ما يعرفهم فهذه طامة كبرى يقف معهم ويأخذ صور معهم ويفرح معهم ويأتقي معهم ويعقد اجتماعات معهم والآن يعقد اجتماعات مع برهم صالح لا يعرف لماذا عموما هذا مكتب الأمين العام أو مكتلية الأمين العام في العراق هي مجرد إذاعة خاصة تروج لبرامج الفساد والخراب في العراق تروج لهذه الحكومات التي أشاعت الفكر الضايف والتخريب في العراق مع الأسف الشديد لذلك كل إحاطة تقدمها بلاس خارد هي أسوأ من التي قبلها وهي تأكيد على أنه هذا المكتب فيه من الفساد ما يكفي لأنه يدافع عن الفساد والخراب وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر